خب مصر ومقسميه كذا جزئية انا بصراحة كنت مشفق تماما على زميل الاعزاء سيف زاهر وبرهيم فاقم بارح بتلحهم بعد المطش على طول امكانك كنت عبا تفرج مع ناس صحابي يا جماعة كم الاحاسيس المتضربة اللي الواحد عاشها في خمس ست دقايق مش طبيعية من ان انت جوة وفرحة عريمة بمصطفى محمد بالجول والله يا مصطفى يا بدي اللعيبة يا مش وفجأة دفار وفجأة فرحة عريمة بالفار وفجأة عادل احنا برا فجأة هوب بإيه الحق ده كورنر هوب الاخوة الاشقاء في المزنبيق عملوا معنا الواجب وعملوا معنا الصحة والدنيا تمام حاجة كده في خمس دقايق متعافش تعبر عنها يعني خمس دقايق كده تحس ان انت حاطت في خلاط من فوقك لتحتك من يمينك لشمالك منتشفام الدنيا فيها ايه لما الواحد هيدي وقاعد يفكر كده ويشوف تخرج بكذا حاجة الحاجة الاولانية ده احلى لقاء لمنتخب مصر في التلات لقاءات كتيرة جدا كتشايف ان هو مش مصنف مع ان هو عمل بطوله حتى الان حتى بتحس هم بيلعبونا مبارح بيلعبوا صنانسيخة يعني احنا بنحرته وجايبين اخرنا وهم بيلعبوا على الواق ما تشفهم هم يعني التطور ده حصل انت مش عارف بس هم فعلا منتخب جمع جدا والرجل عنده لدنيا برا سبعتاشر ده مش فاهم في ايه تحس ان في زنبالك يعني قلب رونالدينيو في موتش مبارح الرجل ده بيلعب في امونيا فير اسمها امونيا المهم تخرج ان احنا عملنا احلى لقاء لينا وده احسن تشكيل لينا فابوس ايه دك عم فتوري هو ده احسن تشكيل تخرج ان روح لعبة منتخب مصر مبارح جمدة جدا وانك لو لعبت بنفس الروح دي تقدر تعود فوارق فنية ونواقص فنية موجودة عندك وزي ما احنا شايفين الكرة ملهاش كبير وصابقة انت نفسك كمنتخب مصر في البطولة حتى اللي فاتت اقرب بطولة مع كيروش بتقول ان احنا حتى مدينا بطولة بشكل سيء خسرنا من نيجيريا وبعد كده ما كناش افضل حاجة وعدنا نعلى 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 مع ان احنا قابلنا كل الحمل الكبيرة في مشوار ما اعتقدش فيه منتخب قابل مشوار في امم افريقيا بنفس الصعوبة اللي احنا قابلناها السنة اللي فاتت او قصدي نسخة بتاعت 21 فنخرج ان اقع عندنا امل اقع عندنا عيبة جمدة تسيبنا مبارح على الاقل ان الراجل حط اقدي على اسماء انا في وجهة نظري ما فيحش تخرج من الملعب مصطفى محمد نسخة مش متطورة انا بشوفه نجم البطولة الاول في منتخب مصر تلت لقاءة بتلت اهداف مصطفى محمد يا جماعة بقى شخصية مختلفة وعقلية مختلفة اداء في الملعب مختلف وحش وحش بجد بسم الله ما شاء الله الحلول قوة الا بالله وحش كسر في الملعب مرهونا عطيها ما ينفحش يخرج انبرح بسم الله ما شاء الله الحلول قوة الا بالله اتنين وستين باص مفهمش فيهم واحد وستين باص صح فيش غير باص غلط في ديها تسعة وتمانين عمل منتهى السلاسة وموجود في كل حتة ويظهر لزميله وموجود غير طبيعي ما عرفش ازاي ما كانش مادئ قبل كده مرموش تريزيجيه امام عشور من اول امام عشور ما لعبش نزل اول مطش الاخر خمس ده ومطش غانا لعب اساسي بس من اخر تلت ساعة في مطش غانا لغاية مطش امام عشور نسخة مش طبيعية هو ده امام عشور نحن عرفه تريزيجيه مش طبيعي واحد من اكتر النجوم اللي مهضور حقها على مدار السنين اللي فاتت يستحق انه يتبروز ويستحق انه هو ياخد حقه لانه دايما مؤثر اساسي مؤثر بديل مؤثر امام عشور نزل جاب جول وعمل جول حاجة في منتهى الجمال مرموش يا جماعة مرموش واحد من اهم مكاسب منتخب مصر ندي الحق لاصحابه لو حتى مرموش ده كان ناس شافته قبل كده وحتى تعنيها عليه قبل كده وجابته قبل كده بس شفت ازاي هو انفجر ازاي مع منتخب مصر دلوقتي فاللي نخرج بيه من ايجابيات ان لأ عندنا فرص وعندنا فرص كبيرة وعندنا منتخب جامد وعندنا شخصية كويسة وعندنا روح حلوة زارت حتى في اللعيبة مع بعضه وبعد ما مصطفى محمد جاب الجول وبرفع تشيرت محمد صلاح عايزي يولا جماعة احنا كلنا واحد ومحمد صلاح ده قائدنا وده كابتننا واحنا الجو بين اللعيبة اللي احنا شفناه وشخصيتهم وروحهم مبارح تقول لنا ان ان شاء الله نقدر نوصل مع شوية تفاصيل ليه علاقة بالدفع لان دفعنا جماعة لا دفعنا لازم فيه علامة استفهام كبيرة على اداءه وكلمت في القصة دي سبحان الله لسه الاسبوع اللي فات ماينفعش في ثلاث منشاط يدخل فينا ست اهداف احنا في 2006 ادخل فينا ثلاث اهداف 2008 خمس اهداف في البطولة كلها 2010 هدفين 2017 ثلاث اهداف 2021 هدفين ماينفعش حتى لونا احنا في دول المجموعات يدخل فينا ست اهداف فدي نقطة لازم في تولي ياخد باله منها وعشان ادي له الحق كلنا كنا بنقول فين عفتوح فين فتوح فتوح لما لقى مبارح باين جدا ومش جاهز بدنية هتقول لي طب ما هو اللي اخده وما كانش بيلعب ما هو برضو من قلته ومهار راجل برضو ما عندوش بدائل كتير جدا عندها الصبغة الدولية والجهزية الدولية والشخصية الدولية انه يقدر ريعب في منتخب مصر بس فتوح لما نزل مبارح لا بدنيا فتوح مش جاهز فخط الدفاع الخلفي عايزين بس شوية تركيز يا جماعة لان دي واحدة كانت من اهم الصغرات اللي بين عندنا مبارح بس ان شاء الله اللي جايب افضل اللي جايب احسن ونقدر نوصل لبعيد لان ما كانش صحة خلاص ان منتخب مصر يخرج من دور المجموعات احنا شاركنا في بطولات امم افريقيا سبعة وعشرين مرة من اصل ستة وتلاتين بطولة اقيمت ما خرجناش من دور المجموعات غير اربعة مرات في تاريخنا تمانية وتمانين تسعين اتنين وتسعين الفين واربعة فالحمد لله لاني عدت على خير واللي جاي اجمد يا رجالة واللي جاي افضل بازن الله